تحتفل الطوائف المسيحية اليوم بأحد الشعانين وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا وستقام الصلاة الرئيسية اليوم في دير السيدة العذراء في دبين بجرش بحضور رئيس بجلس رؤساء الكنائس معنا من دير السيدة العذراء في دبين مراسلتنا مجد القصير مجد صباح الخير وأهلا وسهلا بكي تفاصيل أكثر عن الاحتفال بهذه اللحظات وبهذا اليوم بأحد الشعانين نعم روز تحتفل كنيسة الروم الأرثودوكس اليوم بأحد الشعانين وهو يستذكرون من خلالها المسيحيون في الأردن وكل بقاع العالم دخول السيد المسيح للمدينة المقدسة القدس هذه صلبات الإلهية يترأسها اليوم المطران خريستوفورس وعدد من الرهبان والكهنة والرهبات وسط إجراءات أمنية ووسط إجراءات أيضا صحية يعني توصف بأنها أقصى درجات الحيطة والحضر من خلال الاتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكبامات والقفازات هناك تصر عدد الحضور على عدد قليل من الناس من المواطنين لكن هناك تواجد كبير من قبل الرهبان والرهبات وعدد من الطوائف المسيحية وذلك نتيجة جائحة كورونا التي فرضتها الأزمة علينا نتحدث عن رمزية أحد الشعانين حيث يحضر الأطفال وجميع الفئات العمرية أباء وأجداد وأحفاد لهذا اليوم وهم يحملون صعف النخيل وأيضا أخصان الزيتون يعني دلالة على السلام والوئام في أجواء روحانية عالية روز نتحدث عن أحد الشعانين وهو أحد الأعياد وأحد المناسبات المسيحية التي تجمع المسيحيين كما العادة طبعا من خلال مجموعة من الأسس والقواعد الدينية هناك التزام كبير من قبل المواطنين بارتداء الكمامات وتباعد الجسدي وأيضا الحفاظ على مسافة أمان بين كل مواطن وآخر روز المطران خريستوفر هو الذي يترأس قداس الإلهي اليوم وهو رئيس كنيسة أروم الأرثادوكس أيضا وعدد من الرهبان والراهبات هناك التزام تام ومواضح من قبل المواطنين بإجراءات التباعد واتداء الكبامات سيبدأ القدس أو بدأ القدس منذ الساعة السابعة صباحا وسيدتهي في تمام الساعة الحادية عشر تماما روز نعم مجد هل لديك أي معلومات حول عدد المصلين اليوم داخل هذه الكنيسة؟ هل تم السماح لعدد معين من المواطنين بالتواجد؟ نعم روز كما تلاحظين هناك إجراءات مشددة لعدد معين من قبل المواطنين وكما تلاحظون على باب الكنيسة هناك يعني مواطنين يتوافدون في الخارج نتيجة الإجراءات الصارمة التي فرضتها إدارة الكنيسة والكهن الموجودين بأنه لا عدد يعني يفوق العدد المسموح للأشخاص المتواجدين لقدس اليوم هناك إجراءات صارمة بأخذ الحيطة والحذر وإتداء الكمامات وأيضا إجراءات التباعد الاجتماعي ولبس القفزات يعني العدد فوق المسموح يكون خرج الكنيسة ولكن داخل الكنيسة يعني ليس لدينا عدد محدد إلا أن هناك إجراءات عالية لأخذ الحيطة والحذر نعم شكرا إذن لمراسلتنا مجد القصير من دير السيدة العذراء مرة أخرى كل عام وكل المسيحيين بالخير بمناسبة أحد الشعن